فسيدنا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه هو كان سيد المتواضعين وكذلك إخوانه من النبيين والمرسلين كانت صفتهم التواضع صلوات الله وسلامه عليهم فهذا سيدنا يوسف كما ذكرنا كنا إخوته رموه في البئر وليعلم هنا أيها الأحبة ينبغي أن ننبه على شيء ألا وهو أن إخوة يوسف ما صحت لهم النبوة يعني ما كانوا أنبياء لماذا؟ لأن تلك الأفاعيل الخسيسة التي فعلوها لما ألقوا يوسف في البئر وأرادوا قتله وسفه أباهم ونحو ذلك هذا لا يجوز هذا لا يليق تسفيه الأنبياء يعني مخرج من الدين والعياذ بالله تعالى والذي يقع في شيء من ذلك يعود إلى الإسلام بنطق بالشهادتين فتلك الأفاعيل التي فعلوها لا تليق بأنبياء الله فأنبياء الله مجبولون على الصدق مجبولون على الوفاء مجبولون على محاسن الأخلاق قبل النبوة وبعد النبوة فلما صحت النبوة لإخوة يوسف الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة وهم من سوى بن يمين بن يمين أخو يوسف لن يشاركهم فيما فعلوا بل بقية الإخوة هم الذين فعلوا أما الأصباط الذين أنزل عليهم الوحي هم من نبئ من ذريتهم والصبط تطلق على الولد وولد الولد فالأصباط هم الذين نبئوا يعني صاروا أنبياء من ذرية هؤلاء فهؤلاء ما صحت لهم النبوة بسبب تلك الأفاعيل الخسيسة التي فعلوها من تسفيههم ليعقوب عليه السلام ومن محاولتهم قتل يوسف وإلقائه في البئر ونحو ذلك مع ذلك كله سيدنا يوسف عليه السلام إخوته لما ضاق بهم الحال وانتقلوا جاءوا إلى مصر ليأخذوا الطعام لأهلهم سيدنا يوسف عرفهم وهم لم يعرفوه ولكنه صلى الله عليه وسلم من تقم منهم من تقم منهم ما حبسهم وما قطع أطرافهم وما قتلهم بل قال لهم لا تثريب عليكم اليوم يعني عفى عنهم بل أعطاهم ما طلبوا وزادهم أحسن إليهم كذلك حبيبنا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن أخرج من مكة لما أخرجوه من مكة ووقف على رباها ونظر إليها وبكى وقال الله يعلم أنك لأحب البلاد إلى قلبي وإني أعلم أنك لأحب البلاد إلى الله وهذا يعلمنا أي شيء يعلمنا حب الوطن يعلمنا أن تحافظ على وطنك وأن تحافظ عليه من كل مكروه وسوء وأن تحن إليه فالنبي حن إلى مكة بل كان عليه الصلاة والسلام كلما جاء أحد بعد أن هاجر إلى المدينة لما يجي أحد من مكة إليه يقول له حدثنا عن مكة حدثنا كيف تركتها كيف جبالها كيف سهولها حدثنا عن مكة فيأتي الصحابي يقول له تركتها كذا وكذا وكذا فمرة واحد من الصحابة لما صار يعدد له فقال له اترك القلوب تقر قرارها يعني لا تشوقنا إليها أكثر من ذلك فهذا يعلمك يعلمك حب الأوطان النبي يعلمنا ذلك صلى الله عليه وسلم فالنبي أخرج أخرجوه من مكة أخرجوه من بلده التي يحبها ويشتاق إليها أخرجوه وفعلوا به ما فعلوا ومع ذلك لما عاد فاتحا منتصرا بعشرة آلاف مقاتل حتى حاصر مكة من جهاتها الأربع يعني ما استطاع أحد أن يفلت من تحت يديه بل لما دخلوا وكان واحد من الصحابة قد رفع قد رفع الراية وقال اليوم يوم الملحمة فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذها منه وقال اليوم يوم المرحمة اليوم يوم المرحمة ثم دخل عليه الصلاة والسلام دخل مكة فاتحا ولكنه دخل مطأتئا رأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى ولما جمع الكفار بين يديه قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم فقالوا له أخ كريم وابن أخ كريم فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء من تقم منهم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء هذا من تواضعه صلوات ربي وتسليماته عليه فيا أيها الأحبة علينا أن نقتدي برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم علينا أن نسير على ضربه فهو القدوة والأسوة الحسنة لنا صلوات ربي وتسليماته عليه كما قال ربنا في القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة